أكثر من 83% من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوبي الصحراء دخلوا تونس عبر حدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا وأغلب المهاجرين الموجودين على الأراضي التونسية يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة خلاصات نتائج دراسة ميدانية حديثة أجرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحدائق العامة كما الشوارع باتت ملاذة أكثر من نصف المهاجرين غير النظاميين تجنباً للملاحقات الأمنية وسط تصاعد وتيرة دعوات المواطنين لترحيلهم خاصة من محافظة إصفاق الشرق البلاد أحد أهم محطات العبور إلى أوروبا تواجد مهاجري جنوب الصحراء هو تواجد كارثي بمعنى الكلمة لا من الظروف الإنسانية ولا القانونية الدولة التونسية تقول لا نستطيع تدخل الدولة التونسية في ملف الهجرة النظامية ووجود مهاجري جنوب الصحراء غائبة تماماً ولم تتحمل المسؤولية ولم تتقدم بأي مبادرة لإيجاد حلول لهذا الملف تدهور أوضاع المهاجرين يتزامن مع تفاقم أزمة تونس المالية ما دفع السلطات لحث أوروبا على زيادة المساعدة لمعالجة أزمة الهجرة المتفاقمة بعد أن نجحت في صد أكثر من سبعين ألف مهاجر للوصول إلى سواحيلها في النصف الأول من 2024 نسرين حمداوي لقناتي العربية والحدث تونس ترجمة نانسي قنقر